السلام عليكم يا كرام كيف الحال والاحوال يا رب تكونوا بخير هل اصغر مولد 220 فولت كهرباء حقيقي هل في عندي حاجة بس طفيع من خلالها ان انا اولد كهرباء بوكس كده صغير اخرج منه 220 فولت هنوضح دلوقتي حقيقة الفكرة وكيفية العمل عشان ما حدش يخدعك كمان عندنا احمال انارة خلاط هنجربها على اصغر مولد تقدر تعمله هنعرف المكونات وازاي بتشتغل وهنعملها ازاي والمميزات والعيوب فكرة اصغر مولد في مصر موجود معنا وممكن تعمل منه صاعق 360 فولت بدون اي صعوبة موضوع سهل وممكن اي حد يعمله تشحي موبايل تنور لمبات تشغل خلاط لو وصلت سلكين قريبين منه ومن بعض من الممكن انه يعمل معاك صاعق المكونات اللي حضرتك هتكون محتاجها هيبقى محتاج رقم واحد تلات بطاريات ليثيوم قابلة للشحن لها اتناشر حوالي اتناشر فولت تلات بطارية اربعة زائد اربعة زائد اربعة او تلاتة وسبعة من عشرة زائد تلاتة وسبعة من عشرة سبعة من عشرة ده كله يشتغل معاك كفي هذه الفكرة ماشي فهيديك حوالي اتناشر فولت معاك بطارية قابلة للشحن تكون موجودة معاك هنوصلهم على التوالي علشان نحصل على الاتناشر فولت دول فهيبقى عندي بطارية تلات بطاريات كده هيددوني ايه هيددوني اتناشر فولت تدل يعني الواحدة من دول ده تكون سبعة من عشرة حوالي اربعة فولت تمام كويس جدا طيب فاي علبة هتجيب بوكس بتاعك زي بوط مثلا كده وجمع في المكونات ده ومن فوق البوط ده هتحط فيشة اللي هي السوكة العادية بتاعتنا خالص عشان تدل تشغل اجهزة بتاعتك طيب جوة البوكس ده هتحط اياه فندم هتجيب محول زينون محول الزينون هو عبارة عن محول بسيطة في السيارات اللي هو بيخلي الاضاءة بتاع اللمبات بتاع السيارات عالية جدا طيب المحول ده فكرته ايه بيبقى لي طرفين دخل وطرفين خرج تمام الخرج بتاعه ده بيبقى مئتين وعشرين فولت عشان يدي نور عالي جدا على آآ اللمبة بتاع حضرتك اللي موجودة في العربية فتلاقي حضرتك ايه الانسان المقابل يتعامي من شدة الاضاءة تمام فليه دخل ولو خرج هلو الكلام جدا محول الزينون بتاع حضرتك ده بتجيبه جديد او بتجيبه من عند اي حد بتاع روابكيا حد بتاع الخردة متاح جدا وعملنا عليه فيديوهات كتير هنوصل حضرتك الدخل بتاعه من خلال مفتاح ده مفتاح حضرتك هتجيبه تثبته هنا كده على الصندوق ده من فوق كده او البط ده مفتاح يفصل ويوصل يفصل ويوصل تمام وخارج المفتاح هكضو على البطارية طيب تمام نيجة في البطارية ده حضرتك هتودي فين هتودي على الطرف التاني بتاع الدخل كده يبقى انا الدخل بتاع محول الزينون عبارة عن بطارية اللي هي 12 فولت اللي هي بياخدها اصلا من العربية بتاعتك وفي نفس الوقت بيبدأ يخرج 220 فولت 220 فولت دول هتوصلهم على السوكت بتاعك السوكت كده بعينين فيش عادية خالص زي بتاع الحائط فياش اي مشكلة تمام تمام مجرد ما حضرتك تقفل المفتاح ده الكهرباء 220 توصل هنا مجرد ما تفصل الكهرباء 220 تفصل هنا استردن في الحوار ده محول الزينون هتبدأ تحطوهم وتجمع المكونات ديت في اي بوكس ياخد الحوار ده ياخد المحتويات ديت وهتشغل عليه تقدر تشغل عليه لمبة تقدر تشغل عليه خلاط تقدر تشغل عليه اي حاجة تتحمل هذا الحمل بتاع قدرة الزينون يعني ما تحملش الزينون اكتر من حمله عشان يقدر يتحمل معك هي حاجة طريقة بس تستفيد معك لك تقدر تشغل معها خلاط يقدر تشغل معها اه لمبات حاجات كده مؤقتة تمام يبقى الفكرة تانية باختصار هتجيب تلاب بطاريات عشان يديك 12 فولت بتاعك طيب البطاريات ديت هتفضى ايوة طبعا هتفضى ما اكيد هعمل ايه هاجب لها سوكت هنا كده لو حضرتك اه شفت السوكت اه اي سوكت بتاع شاحن وتجيب شاحن اللي هو بتاع ريسيفر مثلا او اي شاحن بيخرج 12 فولت هيشحل لك البطاريات دي تقدر تشحن البطاريات دي بقى انت عملت لها سوكت للشاحن في نفس الوقت تاخد منها ساعة انقطاع التجاري الكهربائي 220 فولت يشتغلوا معاك والدنيا تبقى معاك ميت فول و 14. ممكن بقى اي حد يقولك ده بيشحل نفسه بنفسه او حد يقولك اه مدى الحياة او مش عارف ايه لا هي الفكرة كده باختصار ارجو اكون رفت تحديدك معلومة رفت تسفلت لايك وشير اول مراحك اشوفنا سبس كلاب في القناة اشوفك على خير كان معك الله عبدالروف عماد من قناة عبدالروف تسعة امين على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محتاجها هيبقى محتاج رقم واحد ثلاثة بطاريات ليثيوم قابلة للشحن ليه 12 حوالي 12 فولت تلب بطارية اربعة زائد اربعة زائد اربعة او تلاتة وسبعة من عشرة زائد تلاتة وسبعة من عشرة زائد تلاتة وسبعة من عشرة ده كله يشتغل معك كفي هزيه الفكرة ماشي فهديك حوالي 12 فولت معك بطارية قابلة للشحن تكون موجودة معك هنوصلهم على التوالي علشان نحصل على ال 12 فولت دول فهيبقى عندي بطارية تلات بطاريات كده هيددوني ايه هيددوني 12 فولت تقدر يعني واحدة من دول تلاتة وسبعة من عشرة حوالي اربعة فولت تمام كؤس جدا طيب فاي علبة هتجيب بوكس بتاعك زي بط مثلا كده وجمع في المكونات ده ومن فوق البط ده هتحط فيشة اللي هي السوكة العادية بتاعتنا خلص عشان تدهل تشغل اجهزة بتاعتك طيب جوة البوكس ده هتحط اياه فندم هتجيب محول زينون محول الزينون هو عبارة عن محول بيستخدم في السيارات اللي هو بيخلي الاضاءة بتاع اللمبات بتاع السيارات عالية جدا طيب المحول ده فكرته ايه بيبقى طرفين دخل وطرفين خارج تمام الخارج بتاعه ده بيبقى 220 فولت عشان يدي نور عالي جدا على اللمبة بتاع حضرتك اللي موجودة في العربية فتلاقي حضرتك ايه الانسان المقابل يتعامي من شدة الاضاءة تمام فليه دخل ولو خارج حلو الكلام جدا محاول الزينون بتاع حضرتك ده بتجيبه جديد او بتجيبه من عند ايه حد بتاع الربابيكة حد بتاع الخردة متاح جدا وعملنا عليه فيديوهات كتير هنوصل حضرتك الدخل بتاعه من خلال مفتاح ده مفتاح حضرتك هتجيبه تثبته هنا كده على الصندوق ده من فوق كده او البط ده مفتاح يفصل ويوصل يفصل ويوصل تمام وخارج المفتاح هكضو على البطارية طيب تمام نيجة في البطارية ده حضرتك هتودي فين هتودي على الطرف التاني بتاع الدخل كده يبقى انا الدخل بتاع محاول الزينون عبارة عن بطارية اللي هي 12 فولت اللي هي بيخدها اصلا من العربية بتاعتك وفي نفس الوقت بيبدأ يخرج 22 فولت 22 فولت ده هتوصلهم على السوكت بتاعك السوكت كده بعينين فيش عادية خالص زي بتاع الحائط فيهاش اي مشكلة تمام تمام مجرد ما حضرتك تقفل المفتاح ده الكهرباء 22 توصل هنا مجرد ما تفصل الكهرباء 22 تفصل هنا استخدام في الحوار ده محاول الزينون هتبدأ تحطوهم وتجمع المكونات ديت في اي بوكس ياخد الحوار ده ياخد المحتويات ديت وهتشغل عليه تقدر تشغل عليه لمبة تقدر تشغل عليه خلاط تقدر تشغل عليه اي حاجة تتحمل هذا الحمل بتاع كدرة الزينون يعني ما تحملش الزينون اكتر من حمله عشان يقدر تحمل معاك هي حاجة طريقة بس تستفيد معاك انك تقدر تشغل معاها خلاط تقدر تشغل معاها اه لمبات حاجات كده مؤقتة تمام يبقى الفكرة تاني باختصار هجيب تلب بطاريات عشان يديك 12 فولت بتاعك طيب البطاريات ديت هتفضى ايه طبعا هتفضى ما اكيد هعمل ايه هجيب لها سوكت هنا كده لو حضرتك شفت السوكت اي سوكت بتاع شاحن وتجيب شاحن اللي هو بتاع ريسيفر مثلا او اي شاحن بيخرج 12 فولت هيشحل لك البطاريات دي تقدر تشحن البطاريات دي بقى انت عملت لها سوكت للشحن في نفس الوقت تاخد منها ساعة انقطاع التاري الكهربائي 220 فولت يشتغلوا معاك والدنيا تبقى معاك ميت فول و 14 ممكن بقى اي حد يقول لك ده بيشحل نفسه بنفسه او حد يقول لك اه مدى الحياة او مش عارف ايه لا هي الفكرة كده باختصار ارجو اكون رفضت حضرتك معلومة لو حلائك تسفلت لايك وشير اول مراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته